سؤال هو كان يعني وضعه المادي ايه يعني؟ مش عايزة اتكلم في الموضوع ده من فضل كتير وضعه المادي انه هو ما كانش معه فلوس هو بيقول انا غني طيب مش وانا اتجاوزاني وانا غني حلوة اول فين بقى؟ الغني بقى؟ والمهر ومش عارف ايه مهر ايه انا مهر مش عارف كم الف دولار مهر جنيه؟ بصي بصي طيب مش عايزة ابص تاني مش هو ده خبر حبيبتي اوكيم انا قريت الاخبار دي الخبر بيقول ان انا عندي شاب كمية وسبعين الف دولار؟ لا ومال بكام مش ده مش ده اللي عايزة اقولهول نزل الخبر اني ابقى تأمر بضبط زوج علا غانم بسبب غش البنزين شفتي بقى طيب عنده محطات بنزين في مصري يعني رابل غني لا يا شيخة وكان عنده سلسلة مطاعم في امريكا مفيش ثلاثة كل ورقس كل ورقس مين دي؟ انا مالي با هما اللي قال كده لا انا قابلته في امريكا قال لي المطعم ده كان بتاعي وبعته وكانت المحطة دي بتاعتي وبعتها من سنتين ونزل مصر يعني ما عملش اي حاجة غير انه اتجر محطة وهو قانديكي شايفة الخبر اللي نزل ده بعض الاشياء اللي انا ما كنتش حب بتكلم عنها بس انتوا اللي بتجيبوا الاخبار دي أوكي ودي كتفوديحة كبيرة يعني كتفوديحة ليكي لانه زوجك طبعا محصوب عليكي صح؟ طبعا عملت ايه وقتها؟ مش عايز اتكلم في الحاجات دي بفضل وانتي مش عايز اتكلم في حاجة خالص؟ مش عايز اتكلم في حاجات خاصة احنا الطبق ان انت هتتكلمي شوية ونوضح للناس كل ده شوية حقيق عايزة تطلعي انت يعني انا عايزة اعرف هو مجني عليه وانت الداني هو غني هو غني حد يقول لي فين فلوسه طبع عشان اعرف اخو النفقة مسهلا في امريكا يمكن فين ده مفيش 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 انا زي ما بقولك مفيش بيودي فلوسه فين ما عندوش فلوس طبع عشان تبا هو يمكن طب متجوزتين ايه؟ واحد كان متجوز قبلك مرتين عنده اولاد لا تلاتة اه تلاتة عنده اولاد من ديانات مختلفة ما في الطرفي ان انا عندي كل حاجة طيب عشان كده انا ما اردتش هيقفل صف اتي بس يوم الفرح قلتي انا بكدوز امريكاني خالي من العقد لا انا ما قلتش الجملة كده بالظبط يعني لان هو على فكرة مش امريكاني ومش خالي من العقد هو مصري صميم يعني هو من السيدة زينب ومصري صميم وعنده اولاد مصريين وعنده اولاد امريكان من اختلاف الديانات كل دي زيجات؟ زيجات زيجات طيب برضو حسألك سؤال يعني اللي خليتي مضطرة انت عولها غاني مكادش في حاجة مخلياني مضطرة كنت شايفة واحد بيحبني وبيخلي باله مني كلام اللي انا قلته بقى في الفيديو اللي انا بقولك انا اقتبست ايوة انا اقتبست كل اللي تقدملي في اول سنة جواز لا مفيش اول سنة اول كم شهر اقتبست ده كله وقلته في اللقاء ايه اللي كان مخاوفك من المجتمع ان كنت تقولي الحقيقة وعكس الكلام اللي قلتس كنت نفسي اتطلق في هدوء انت معرفة عنك يا عولا ان انت ست جريئة ومواجهة للمجتمع وللحقائق ده حقيقي عندك ايه ليه هنا مكنتش عولا لو كانت حاجة حلوة كنت زماني قلتها انما للأسف حاجة تكسف هي الجرقة عندك في الحاجة الحلوة بس حاجة تكسف حاجة تعري